أصعب شعور ممكن تحس بيه أي بنت في الدنيا إنها تلاقي مامتها ما عندهاش حنية أو حضن حلو يحتويها والأصعب بقى لما تبقى هي نفسها مصدر المشاكل والقلع عند البنت لدرجة إن هي تخش معها في تحدي عشان تخليها تسيب البن آدم أو الإنسان اللي هي بتحبه في الوقت اللي كل الناس التانية موافقين وبيبركلها وفرحانين وشايفين إنه ده اختير كويس وده اللي حصل في قصتك يا هاجر أنت وأختك طب إيه للمفروض بقى يحصل إحنا سمعنا كلام دكتور حمودة ونصايحه ده من الجانب النفسي لكن أنا هنا بقى بكلمك بلسان سيلي وممكن أكون مش الموزيعة لأ واحدة حس بيكي وسته بحس بيكو بحس بكل بنات وممكن أكون كنت مكانك في يوم الأيام محدش عارف وعيشت فترة من حياتي يعني بشخصية عنيدة أنا معروفة عنين أنا بقى عند كتير جدا طب ممكن أعند أقذي نفسي وده مش حلو وعايز أقولك إنه عملت مشاكل كتير جدا مع أمي بسبب إنه اختلاف بقى وجهات النظر وبالذات بقى في سن المراقب وفي بقى بيجي علينا وقت عايزين نحس إن إحنا شخصية مستقلة وبقى عايزة أفكر وأخطط سبوني أنا عارف أنا بعمل ليه كويس قوي واحدة مش عايزة تمشي بدماغ أهلها اللي بيفردوا عليها حاجة هي مش حساها أو مش حباها بس أقولك على حاجة هتصدقيني لو قلتلك كل ما بجبر وبشوف أمي بتجبر بحسب ندم مش طبيعي على كل اللحظة زعلتها فيها لأ ومش عشان هي بتقولي أنت لو جبت بنتي يا رب تجيبها زيك فأنا كايفة من المعاناة دي بس لأ عشان لو رجع بها الزمن كنت عمري ما زعلها مش هعند معاها حتى في الحاجة اللي يبين مع الوقت إن أنا كان عندي حق لأنه ده نوع من أنواع العقوق تخيالي؟ يعني لما تكسب النقاش ضدهم وتحسسهم إنهم على غلط وإن أنت بقيت تفهم أكتر منهم وبقى عندك رأي وشخصية وعايز تكبر عليهم مع احترامي لينك كلنا إحنا ما بنكبر بيقى من حقنا نقو رأينا ده نوع من أنواع العقوق ليه؟ يمكن أنا أمي ما كانتش نرجسية عمرها ولا عمرها كانت أنانية ولا قلبها جامد لا يا حبيبتي بس مع الزمن بنكتشف إنه عمرهم ما يتعوضوا ومهما كانت مشاكلهم أو أخطاقهم أو ممكن يكونوا ما عملوناش كل حاجة اللي احنا بنحبها أو ما حبوناش الحب اللي احنا كنا نتمنى برضو هيفضلوا على رأسنا وقولك على حاجة بيطلعوا صح في أغلب الحاجات بالذات الأم عايز أقولك إنه هنا في قصة حقيقية أول حلقة لينكت أكتر من ثلاث سنين لسه فاكرها لحد النهاردة يمكن أنا تعيبت بعدها وزعيلت جامدت كانت واحدة بعدها تقول أنا بكره أمي قالت تصرفت صعبة جداً مامتها كان بتعملها بس فضلت حنن قلبها عليها وقالها استحملي وسبوري طب نراعي ربنا ما هم حرام ساعات بيكبروا بيبقوا خوفهم علينا ده بيتقلب عند تخيلوا ما حدش عارف قد إيه إحساس إنه تفقد أمك وربنا ما يوره لنا أبداً وبعد كده ترجع تقول يا ريتك ما مشيت يا ماما ولا يوم من أيامك إنه أختك تحلف إنها مش هتزورها ليه؟ أنا كنت أعرف واحدة من صحابي ودايماً بقولها كنت مامتها جالها ألزهايمر حبيبتي فبتكلمها كل شوي يعني كل شوي تقفل وتتصل تقفل وتتصل وكنا عادي مع بعض بتقولي أنا زهيت النهاردة عدى مثلاً أربع وخمس سنين تتمنى إن أمها تكلمها إلى 24 ساعة دقيقة إلى 24 ساعة ورجع يا ماما زيني إلى 24 ساعة فأنا حس بيكي مقدرة موقفة جداً وعرفة إنه زي ما فيه عقوق من الولاد لأهليهم ساعات أحياناً بيبقى فيه عقوق من الأهل لولادهم وفيه أهل لا تستحق إنها تربي كل ده مش مختلفين فيه بس باردو الأم أم كل التصرفات اللي مش عقبكي واجيها بالحب بالصبر اطئمسي عياتي إزعالي قولي لها أنا ما عايش أعيش من غيرك أنا ما فيش حاجة اسمها ما بيخش عليك الكلام ده بالكلمة الحلوة اعمليها بنيت إن أنت بترضي ربنا يا رب أنا هستحمل عشان خطرك لأن أنا مش عايزة غير إن أنا بقى بارة شوف يبقى في النهاية ربنا هيكافئك إزاي ساعة وخلي بالك أنا بخاف من حاجة لما يلاقيني قلبت على مامتي عشان خطره يضمن منين إن أنا ما قلبش عليه عشان خطر أي حد تاني لأن أنا قلبت على أغلى وأعز إنسانا في الدنيا وهو قالك هستحمل عشانك سيبيه يتعب شوية عشانك وخليكي ما مامتيك ترجمة نانسي قنقر